اشتركوا في القناة الاحتفال بيوم الخلافة في بلجيكا عقد ندوة التبليغ في الديار المقدسة ملخص لخطبة الجمعة الأخيرة التي ألقها سيدنا أمير المؤمنين نصره الله أهلا بكم ثانية وإليكم تفصيل تقريرنا من المملكة المتحدة نظم مجلس خدام الأحمدية في المملكة المتحدة ندوة مفتوحة عن الخلافة في إسلامباد استقطبت الخدام من جميع الحائل المملكة المتحدة وقد اشترك ما يقرب من خمسمائة مشارك وقد قام محسن وسراج برحلة مدتها ست ساعة تقريبا من كلاسكو للحضور لا تتكرر هذه الفرص كثيرا لذلك نكون جزءا من مناسبة مثل هذه ومع وجود أمير المؤمنين بحيث نصلي خلفه ونستمع إلى خطبه الروحية الرائعة عليك أن تغتنم هذه الفرصة عندما تأتي ومن خلال ثلاث محاور مختلفة للمتحدثين تمكن الخدام من الاختيار بين مجموعة متنوعة من الخطب المنيرة التي ألقاها من لديهم تجربة مباشرة مع الخلافة ننظر إلى طريقة التي يمشي بها أمير المؤمنين وإلى الطريقة التي يتحدث بها ونولي كل كلمة منها لاهتمام هل سبق لأي شخص أن سمع كلمتان خاطئة تخرج من فمه؟ هل رأى أحد تصرفا غير جيد يصر منه؟ أنا أبرز ما في ذلك اليوم بحسب ما ذكر العديد من الخدام خطاب السيد عابد خان السكرتير الصعفي لحضرة خليفة المسيح في إحدى المسيات ذكر أمير المؤمنين لي أنه يشعر منذ الليلة السابقة بتواعق شديد وقال إنه في الليلة السابقة لم يكن على ما يرام لدرجة أنه فكر في الاتصال بالطبيب ولكنه قال إن سبب أعدم قيامه بذلك هو أنه خشي أنه إذا يتصل بالطبيب أن يشعر الأحمديون بالقلق وقد يشعر بعضهم بالذعر لذلك فضل البقاء في منزله في حالة من أعدم الراحة بدلا من التسبب حتى بدرجة طفيفة من القلق لدى الأحمديين إنه مجرد تذكير لنا جميعا بأن الخلافة هي تحقق لوعد الله وبالتالي فهي شيء يجب الاعتزاز به والاعتناء به انتهى اليوم المليء بالخطب الملهمة والمحادثات المتنوعة بحلقة خاصة من برنامج MTA الجديد داخل الأحمدية بحضور جمهور مباشر بينما تحتفل فروع الجماعة في جميع أنحاء العالم بمرور 115 عاما على الخلافة يغادر الخدام هنا بشعور متجدد من الولاء والتفاني لمؤسسة الخلافة الأحمدية المباركة وخبرنا التالي من غانا كجزء من التزام الجماعة في خدمة البلاد نظمت MTA دولية برنامجا تدريبيا مكثفا للإذاعة الوطنية وهيئة الإذاعة في غانا وأقيم التدريب الذي ركز على التحرير وتصحيح الألوان من يوم الاثنين الثاني والعشرين من مايو أيار إلى يوم الجمعة السادس والعشرون منه تمت دعوة السيد فاتح من السويد وهو خبير في التحرير وتصحيح الألوان لإجراء الدورة التدريبية ويهدف هذا التدريب إلى تزويد موظفي هيئة الإذاعة الغانية بالمهارات والتقنيات المتقدمة لتحسين قدراتهم في التحرير مما يؤدي في النهاية إلى تحسين الجودة الشاملة لعمليات البث الخاصة بهم يدل التعاون بين MTA وهيئة الإذاعة الغانية على الالتزام المتبادل بتعزيز تبادل المعرفة والتنمية المهنية في صناعة البث من مجلس الإدارة في هيئة الإذاعة في غانا نواصل الإعراب عن تقديرنا للجماعة الإسلامية الأحمدية وMTA على دعمهم المستمر لمساعدتنا في أداء وظيفتنا كهيئة بث وطنية شكرا لكم وحضر حفل الاختتام مساعد مدير عام هيئة الإذاعة في غانا والذي أعرب في خطابه عن امتنانه لـ MTA الدولية والجماعة الإسلامية الأحمدية لدعمها المستمر والتزامها بتعزيز قدرات البث في غانا الذي بدوره سيعود بالفائدة على صنعة البث وإليكم تفصيل الخبرين الثالث في هذه النشرة وفقا لتقاليد الجماعة الإسلامية الأحمدية في جميع أنحاء العالم إن عقدت مجموعة من البرامج يوم الخلافة في العديد من فروع الجماعة في جميع أنحاء بلجكا وذلك في عطلة نهاية الأسبوع يومي 27 وال28 من مايو المنصرم قدمت في هذه البرامج مجموعة من الخطب والعروض وقد تحدثت عن أهمية الخلافة والولاء لها وبحمد الله شارك الرجال والنساء من جميع الفئات العمرية بحماس في هذه البرامج مؤكدين مرة أخرى على إيمانهم بمؤسسة الخلافة المباركة في يوم الأحد الثامن والعشرين من مايو أيار تم تنظيم برامج خاصة لأعضاء الجماعة غير الناطقين باللغة الأردية وفق الله تعالى جميع أبناء الجماعة لإقامة علاقة قوية ومختصة مع الخلافة الأحمدية وندعو الله أن يحسبنا دائما من المؤمنين الذين وعدهم بنعمة الخلافة آمين وإليكم تقريرنا من الديار المقدسة عقد مجلس أنصار الله في الكبابير الديار المقدسة ندوة تبشيرية حضرها عدد من الضيوف من مناطق مختلفة اجتمل البرنامج على تعريف الضيوف الكرام بمعتقدات ومفاهيم الجماعة الإسلامية الأحمدية كما بيّنها حضرة الإمام المهدي والمسيح الموعود عليه الصلاة والسلام كما وشمل البرنامج فقرة الأسئلة والأجوبة أنا الصحيح كل مرة بسمع عنكم أشياء منيحة وأنا اللي شفته اليوم كمان إثبت لي أكثر أنه قديش الجماعة هي جماعة اللي هي محافظة وبتقدم الإشي الصح اتجاه الدين الإسلامي قمنا بعقد اجتماع تبليغي حيث دعونا مجموعة من الإخوة من الضيوف الغير أحمديين مع نسائهم حضروا وقمنا بتبليغهم رسالة الإسلام الصحيح الأحمدية الحمد لله رب العالمين كان انطباعهم إيجابي جدا وكان هناك حوار شيق جدا وكثير من الأسئلة التي طرحت حول الجماعة الإسلامية الأحمدية إن الإسلام حق وحققين بآمنوا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بآمنوا بالله وكتبه ورسله بآمنوا بكل الديانات الموجودة ما فيه دين جديد كيف كنا نسمع ما كنا نسمع أنه فيه كتاب لإلهن فيه قبلة ثانية مش القبلة الكعبي المشرفة فطلع كلاته هذا الإشي مش مزبوط وفي الأخير اشتركنا سويا بالدعاء الصامت آمين وننهي نشرتنا بملخص لقطبة الجمعة الأخيرة التي ألقاها سيدنا أمير المؤمنين أيده الله تعالى بنصر العزيز من مجد بيت الفتوح في لندن بسم الله الرحمن الرحيم نقدم لحضراتكم ملخصا لقطبة الجمعة الأخيرة التي ألقاها سيدنا أمير المؤمنين أيده الله تعالى بنصر العزيز من مسجد بيت الفتوح في لندن في الثاني من شهر يونيو حزيران حيث قال سأذكر اليوم جوانب من سيرة النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم وتعاليمه الجميلة بخصوص البدريين ومن ثم أذكر الأسباب التي أدت لنشوب معركة بدر تشكل الفضائع التي لاحقت بالمسلمين في مكة من قبل قريش سببا كافيا لوقوع حرب بين أي دولتين في أي عصر فقد تعرض المسلمون للإضطهاد واغتصب ثرواتهم وتمت مخاطعتهم ومحاولة قتلهم واستشهد بعضهم وأهينت نساؤهم فهاجر العديد منهم إلى الحبشة ومع ذلك لم تهدى قريش وأرسلت وفدا إلى الملك النجاشي لإعادتهم حتى يردوهم عن دينهم أو يقضو عليهم وتعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل أنواع المعاناة فقد قام حلفاء قريش برشقه بالحجارة في الطائف حتى تلطخ جسده الشريف بالدم ثم قرر ممثل قبائل قريش اغتياله صلى الله عليه وسلم حتى يمحى كل أثر للإسلام فهاجم شباب من قبائل قريش المختلفة منزل النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم ليلا ولكن الله عز وجل حماه وخرج من منزله ولجأ إلى غار ثور ألم تكن هذه الفضائع بمثابة إعلان الحرب من قبل قريش هل يمكن لأي عقل القول إن قريش لم تكن في حالة حرب مع المسلمين أليست وحشية قريش سببا كافيا لتبرير حرب المسلمين الدفاعية لو كانت هناك أمة أخرى مكان المسلمين لا دخلت ميدان المعاركة ضد قريش قبل ذلك بكثير ومع ذلك فقد أمر النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم المسلمين بالتحل بالصبر والعفو وقال إني أمرت بالعفي فلا تقاتلوا وهكذا تحمل صحابة كل ألم وإهانة في سبيل الدين متمسكين بأهداب الصبر وعندما زاد الإضطهاد أمر الله وزوج النبيه بمغادرة مكة كانت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بمثابة زيت صب على نار عداوة قريش فقد تحمسوا أكثر لمحو الإسلام وبالإضافة إلى الإضطهاد والاستبداد بفقراء المسلمين وضعفائهم الذين بقوا في مكة فقد قاموا بمسح كل شبر من مواد مكة بحثا عن النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم ووصلوا إلى غار ثور ولكن الله عز وجل وضع غشاوة على عيونهم فعادوا محباطين فاعلنوا أن من يعيد محمد صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا سيحصل على مكافأة قدرها مئة إبل فانطلق العديد من شبابي من مختلف القبائل للبحث عن النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم طمعا في المكافأة إذا فكر المرء في سبب اندلاع حرب بين دولتين فهذا السبب يكفي حيث حددت المكافأة لقاء أسر أو قتل سيد الطرف الآخر وقائدهم عندما فشل هذا المخطط أيضا وواجدت قريش أن النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم قد وصل إلى المدينة المنورة سالما أرسلت خطاب تهديد إلى زعيم المدينة المنورة عبدالله بن أبي بن سلول ورفاقه جاء فيه إنكم آويتم صاحبنا وإن نخسم بالله لتقاتلنه أو لتخرجنه أو لنسيرن إليكم بأجمعنا حتى نقتل مقاتلتكم ونستبيح نساءكم انتاب القلق المهاجرين والأنصار فذهب النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم إلى عبدالله بنفسه وقال له أهلك وأقاربك معي أل ستقاتلهم؟ وفي تلك الأيام ذهب سعد بن معاذ زعيم الأوس إلى مكة لأدعي العمراء فقال له أبو الجهل لقد آويتم الصباتة وزعمتم أنكم تنصرونهم وتغيثونهم وفي نفس الوقت تقريبا مرض الوليد بن مغيره وعندما أدرك أن نهايته اقتربت بدأ يبكي فسأله زعيم مكة عن السبب فقال أنا لا أبكي خوفا من الموت بل خوفا من أن ينتشر الدين محمد وتمتد سلطته إلى مكة فطمأنه أبو سفيان لا تحزن لن يحدث هذا ما زلنا على قيد الحياة ونحن نضبن لك ذلك عندما رأى زعيم قريش رفض الأوس والخزرج للتخلي عن حماية النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم وخاف من تجذر الإسلام في المدينة بدأوا بتحريض القبائل الأخرى في الجزيرة العربية ضد المسلمين كان لقريش تأثير كبير عليهم بسبب وصايتها على الكعبة وهكذا أصبحت العديد من القبائل ألد عداء المسلمين وصارت المدينة وكأنها محاطة بنار مشتعلة ووصفت حالة المسلمين في ذلك الوقت في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون وفي مثل هذه الظروف أذن الله للمسلمين بالقتال دفاعا عن النفس وقد لجأ النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم إلى بعض التدابير التي تهدف إلى توطيد الأمن أولا قام بزيارة القبائل المجاورة من أجل إبرام مواحدات معها وهو ما يجعل المدينة المنورة آمنة من هجماتهم واهتم خصوصا بالقبائل التي تعيش قرب طريق القوافل إلى الشمال ثانيا بدأ بإرسال حملات استطلاعية صغيرة في اتجاهات مختلفة من المدينة المنورة حتى يتم الحصول على معلومات عن تحركات ومخططات قريش وحلفائها حتى لا يتفاجأ بها المسلمون ثالثا إحدى الوسائل الرئيسية التي استخدمتها قريش لتحرد القبائل ضد المسلمين كانت قوافلهم تجارية التي تتقدم نحو الشمال ثم تعود إلى مكة وفي أثناء رحلاتهم ذهبا وإيابا كانوا يحردون القبائل القريبة من المدينة ضد المسلمين مما شكل خطرا كبيرا على المسلمين كان يرافق هذه القوافل حراس المسلحون وكان مرورهم قرب المدينة في حد ذاته يشكل تهديدا لأمر المدينة المنورة وكانت التجارة المصدر الرئيس لرزق قريش وكانت أكثر الطرق فعالة لإقناع قريش للتخلي عن العداء تجاه الإسلام والمسلمين هي إفساد علاقاتها التجارية وكان موضوع أسر أو تدمير قوافل العدو أمرا مألوفا وكانت قريش تدرك جيدا أنه في الحالة التي خلقتها بيديها كانت عرقلة سير قوافلها والاستلاء على بضعيها من قبل المسلمين أمرا مشروعا ومتوقعا ولا يمكن الاعتراض عليه رابعا لم كان نبي الأكرم صلى الله عليه وسلم يعلم أن أي قبيلة أو عشيرة تستعد لغزو المدينة المنورة كان إما أن يقود حملة ضدها أو يرسل قوة تحت قيادة شخص آخر لاتخاذ إجراءات مناسبة لوضع حد للعدوان المزمع وفي نهاية الخطبة أعلن أمير المؤمنين أسره الله أنه سيصل الغايبة على بعض المرحومين وذكر نبذة من حياتهم شكرا لمتابعتكم كونوا معنا في الأسبوع القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر